أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي عدم سماحي مصر بالمساس بأمن واستقرار دول الخليج مشددا على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر كما شدد رئيس سيسي خلال لقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين ضمن زيارته لمدينة الرياض على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربية وتضامنه لمواجهة تحديات التي تواجه المنطقة العربية معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع السعودية في جميع المجالات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين حيث أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ترحيب المملكة قيادة وشعبا بزيارة الرئيس السيسي مؤكدا على ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية مشيدا بدور مصر المحوري في المنطقة العربية وجهودها الحتيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص وكذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبول تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعضة حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون وتنصيق القائم بين مصر والسعودية مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين خاصة على الصعيد العسكري والأمنية إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما كما تم مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث توفقت ترؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها